اخبار عن انهيار والدة دنيا باطمة لحظة الاعتقال اليكم التفاصيل فمذ انتشار خبر اعتقال الفنانة المغربية دنيا باطمة اليوم الاربعاء بين مصدق ومكذب للخبر حتى خرجت صفحات وجرائد رسمية تؤكد الخبر الذي انتشر كالنار على الهشيم في ظل كل هذه الاحداث تساءل الكل عن الحالة النفسية والصحية لوالدتها السيدة ليلى اتاصي الام التي تحملت الكثير والكثير منذ شهرة ابنتها دنيا باطمة والتنمر الذي تعرضت له رفقة هائلتها وسط كل هذا خرجت صفحة انستغرامية تابعة للفانس دنيا باطمة والمدافعين عنها كما انه يدعي بانه ابن عمها ليكشف حالة السيدة ليلى اتاصي ونشر هذا المنشور الذي جاء فيه خالتي ليلى ام دنيا باطمة حالة صعبة بزاف الان ياربي تعمل شتاولدي الخير سمات قالوا خالتي جتاه السيرية نفسية ماشي سهلة هذا الخبر كان كالصاعقة على محبيها وفانس دنيا باطمة الذين ابانوا عن تأثرهم وحزنهم العميق جراء ما وقع لها وقد خرج حساب انستغرامي تابعوا لفانس دنيا باطمة على مواقع التواصل وقال دنيا باطمة فاتساعة محتاجة دعواتكم الله يدلها اللي فيها الخير شوية ونحط ستوري بشرفوا اشكاين لن نسكت كلنا دنيا باطمة كما اكد امين داوي المعروف بكونه من اكبر الفانس لدنيا باطمة قائلا دنيا خرجت عندهم برجلها وقاتلهم هانة ديوني كما خرجت صفحة انستغرامية ومن اكبر دايمي لدنيا باطمة نشرت صورتها ودون عليها قائلا دنيا باطمة صفيت شدات ترساح دابا حسبون الله ونيما الوكيل فيكم وتشدروا الاشارة الى ان محكمة النقد في الرباد كانت قد رفضت الطعن الذي قدمته باطمة وايدت قرار المحكمة الابتدائية بالحبس النافي 8 اشهر عام 2020 يليها الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية التي اضافت اربعة اشهر نافدة لحكم حبسها ليصبح المجموعة سنة كاملة